حرب جديدة بين الذكاء الاصطناعي والدول الكبرى فالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان وغيرها تستعد لها ويبدو أن هذه الحرب لا يمكن كسبها في المستقبل القريب والسبب أن التكنولوجيا تتطور بسرعة ومواكبة تطورها تتطلب بزيدا من المعرفة والوقت وفق صحيفة نيويورك تايمز قبل ثلاث سنوات قدم قادة الاتحاد الأوروبي مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي كنموذج عالمي للتعامل مع التكنولوجيا ولكن هذا النموذج لم يعد صالحا بعد أن اقتحم روبوت الدردشة الشبيه بالبشر تشات جي بي تي العالم لأن مشروع القانون الأوروبي لم يتطرق أو حتى يبحث هكذا تطور هذا الأمر شكل فجوة كبيرة بين التطور التكنولوجي والمشرعين الأمريكيين والأوروبيين الذين ما زالوا حتى الساعة يبحثون عن مفتاح تقني لمواكبة هذا التطور القلق الكبير الذي يواجه أوروبا سببه أن ذكاء الاصطناعي سيساهم برفع نسبة البطالة لدى الشباب عدا عن انتشار الأخبار المضللة والتخبط داخل الدوائر الحكومية وحتى الخاصة أما من الناحية العسكرية فالخطر كبير أيضا فعلى سبيل المثال أصبحت أسراب الطائرات من دون طيار القاتلة تشارك في ساحات القتال حول العالم من حرب أوكرانيا إلى غزة وبالتالي قرار الحياة والموت أصبح بيد الذكاء الاصطناعي